موسيقى كما يعرف الجميع بأن قطاع المخابز قطاع مهم وهو يعتبر أحد أعمدة الإنتاج للخبز في المغرب كما يعرف الجميع بأن جميع الموائد المغربية إلا ما كانت الخبز راه وبأن قطاع المخابز بشقيه العصري والتقليدي على حسب الإحصائيات المتوفرة الآن نتوفر على 14 ألف مخابزة على السعيد الوطني بما فيهم العصري والتقليدي وهذا القطاع يشغل أكثر من 120 ألف ديال يد ديال العاملة وكي يعني الدولة كتستفد تقريبا من 8 للملايين ديال درهيمة في السنة كدرائب وقطاع لسينيسيس وكما يعرف الجميع بأن هذا القطاع في الأولي الأخيرة ابتداء من ظهور جائحة كورونا التي اجتحت العالم فأن هذا القطاع درر من هذا القطاع لأن هذه سنتين وما يفوق سنتين ونحن يعني الإنتاج ديالنا تراجع بأكثر من 50% إلى ما أقول 70% وهذا خلنا بأن جل المخابز عرفت انخفاض في المداخل ديالها وهناك مخابز أغلقت أبوابها يعني الإنتاج ديالها ما بقاش ذك الشيلي كانت كت يعني شيف رضافير ديالها ما بقاش هو هداك وهناك مخابز تعاني وتستعد للإغلاق وكما يعرف الجميع بأن هذا القطاع عنده ملايين ديال الدراهيم كتسلوا في الدرائب وملايين ديال الدراهيم كتسلوا في الأسيني والمشكل الكبير لفي هذا القطاع هو القطاع العشوائي الذي أصبح عدد دياله أكثر من القطاع يعني هناك إحصائية تقول أن هناك 50 ألف مخابزة عشوائية وهذا المخابز العشوائية اللي يخصي يعرف المستهلك بأنها تنتيج خبز دار يسبب في السرطان على حسب بعض الدكاتيرا الذين يعني صرحوا بهذا ولونسا وهناك لونسا يعني إحدى الإدارات المكلفة بالأمن الغدائي تتشك من هذه المخابز العشوائية وهذه المخابز العشوائية شكلة شبح للقطاع المخابز كيف يعقل بأن مخابزة عشوائية تتوفر على مترين على ثلاثة أمتار وتنتيج خبز ولا تتوفر على أدنى أدنى شروط الصحة ولهذا نطالب بالحكومة فالنظر في هذا الملف رغم أن هناك مذكرة للوزير الداخلي الأول السيد الفتيت التي خرجت للوجود ونتمنى أن تنفذ في سنة 2022 وهناك كذلك من غير الأشواكي هناك مشاكل ديال الكهرباء كيف يعقل بأننا نحن نعتبر قطاع صناعي يعني ندخل في الصناعة ووكالة الماء والكهرباء تحتسب تسعير المنازل هذا لا يعقل لأن هذا يعني كل شهر لازم علينا أن نخلصوا 7800 درهم رغم أن هناك مشاكل كما كان قوله ديال الكورونا ومشاكل يعني ديال المموينين للحفلات الذين هم كذلك ضروا من هاتجائحة كورونا وهم يعني سلسلة يعني تساعدون في إنتاج الحلويات والخبز وكل ما هو يعني كيديروه في الأفرح ديالهم يعني سنتين وهذا اللي بغنا نقوله لكوموند ممقوش كيدخلوا ديال الأفرح نظرا لجائحة كورونا ما هي الخلاصات سعمود الاجتماع الأخير ديالجامعة المخابز بمراكش بالنسبة للاجتماع الأخير الذي انعقد في 11-12 كانت من 11-12 تتمت إحدى هياكل الجامعة وهو يسمى بالمجلس الوطني لأن الجامعة الوطنية برئاسة السيد الحسين الزاز أخذت على عاتقها بأنها مستعدة إن شاء الله للدفاع عن حقوق المخابز التي يعني عاشت ويلات ويلات جائحة كورونا وإن شاء الله نحن مستعدين في أواخر شهر جوج لتأسيس المكتب المركزي تتمة لهياكل الجامعة ونحن نستعد إن شاء الله في الدخول مع الحكومة في مفاوضات جدية للنظر في ملفات التي تخص المخابز وهو ملف العشوائي ملف تسعير الكهرباء ملف الضرائب وملف الضمان الاجتماعي سعمو سمعنا بتوقيع برنامج عقد بين الحكومة والجامعة الوطني المخابز فين وصل هذا البرنامج هذا؟ بالنسبة لهذا يسمى بالبرنامج التعاقدي هناك تسريع في توقيع البرنامج التعاقدي بين الحكومة والجامعة الوطنية المغربية لأرباب المخابز العصرية والتقليدية وهناك كذلك نطالب بالدولة بتقوية جهاز لافيك الذي يدخل في السلسلة بمهانية التي تدخل فيها الجامعة نطالب بتقوية الحكومة للدور التي تقوم به لافيك داخل هذه السلسلة بمهانية